اشتركوا في القناة اهلة نفسية صعبة جدا لم نمر بها من قبل ولله الحمد اولا واخرا فالناس النهاردة مش محتاجة اللي يزودها خوفا على المستقبل واللي ينشر في قلوبهم الرعب والخوف والقلق على بكرة والمستقبل والرزق والفلوس والدنيا ابشروا برحمة الله سبحانه وتعالى لابد ان ننشر الطمأنينة في قلوب الناس وان نفتح للناس ابواب الامل الله عز وجل هو الرحيم هو الذي وسعت رحمته كل شيء الله عز وجل ارحم بنا من رحمة الام بطفلها الرضيع قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى وجل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد احدى الغزوات كما عند البخاري رأى امرأة من المشركات تبحث عن طفلها الرضيع فلما رأته اخدته وضعته في حضنها والقمته ثديها وبدأ يرضع فلما بدأ يرضع نزلت دموعها على خد طفلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اترون هذه الام طارحة طفلها في النار قالوا لا يا رسول الله معقولة ام بالحنية دي تمسك طفلها رضيع ترميه في النار دا لا يمكن ابدا قال لهم فوالله لله ارحم بكم من رحمة تلك الام بطفلها الرضيع فابشروا ابشروا ان شاء الله برحمات الله وابشروا بالفرج القريب والله ما ضاقت الا فرجت وما تعصرت الا يسرت سيجعل الله بعد عسر يسرى والسين دي تفتح باب الامل لانها لانها حاضرة ومستقبلية سيجعل الله بعد عسر يسرى فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى ولن يغلب عسر يسرين ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى فلا تشغلوا انفسكم مريم بنت امران رضي الله عنها مرت بموقف عصيب جدا 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 ومع ذلك قيل لها فكلي واشربي وقري عينا الله اكبر دي واحدة ممكن تتهم عيازا بالله في ارضها لانها انجبت سيدنا عيسى عليه السلام بلا زواج بنفخة من من نفخة من جبريل عليه السلام ومع ذلك قيل لها فكلي واشربي وقري عينا اطمني اطمني الله عز وجل سيبرئكم من فوق سبع سماوات فانطق الله طفلها وهو الرضيع لكي يكون ذلك علامة على براءتها بفضل الله سبحانه تعالى فعيشوا حياتكم ولا ترهقوا انفسكم بالتفكير فالله وحده عنده حسن التدبير قال جل وعلا لعباده لا تقنطوا وقال سيدنا عقوب عليه السلام لأولاده لا تيأسوا وقال سيدنا يوسف عليه السلام لأخيه لا تبتأس وقال الرجل الصالح من مدين لسيدنا موسى عليه السلام قال له لا تخف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار قال له لا تحزن فأبشروا فوالله مهما ضاقت الدنيا فسوف يأتي الفرج بفضل الله سبحانه تعالى الفرج قريب احسنوا الظن بالله ارضوا عن قضاء الله كونوا على يقيم فيما عند الله احسنوا الظن بالله وسيأتي الفرج قريبا عاجلا غير اجل ان شاء الله سبحانه تعالى ومع ذلك فالانسان لو عاش بعض الاوقات في ازمات معينة او غير ذلك او في ضيق من الحياة فكل ذلك نؤجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله بها من خطاياه ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة الله اكبر اذا فابشروا والله والرزق مقدر من عند الله سبحانه تعالى كل اللي مطلوب مننا حبيبي ان احنا نعبد ربنا كما امرنا وهو يرزقنا كما وعدنا قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون الله اكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل الذي رواه ابو نعيم في الحلية باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم والله لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت لا يمكن تقدر تهرب من الرزق ابدا الرزق سيأتيك لكن المولى عز جل يجعل للإنسان ساعات من البلاء والمحن إلى غير ذلك ليختبر ما في قلوبنا ثم بعد ذلك يغضق المولى عز جل علينا من رحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى وفي النهاية هي دنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد هي دنيا ضار ابتلاء وضار امتحان وضار طمحيص وفي انتظاركم جنة قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت العبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله ثم والله كل ما نعيش فيه الآن من ألم وضيق وفقر وضنق وشدة والله ستكون ذكريات نتحدث بها فيما بيننا في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث العجيب الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة أكتر واحد يتعذب ده له أنا ولا أنت ولا أنت ده واحد لكن عنده أسرة ولا زوجة ولا ولد ولا صحة ولا بيت ولا فلوس كان مرمي في الشوارع كان يعني يفترش الأرض ويلتح في السماء كان لا يجد طعاما كان لا يجد علاجا كان يظلم أشد الظلم كان يعيش حياة فقر لكنه كان راضيا عن الله صابرا على قضاء الله عنده يقين وثقة فيما عند الله كان عابدا لله يؤتى بهذا الرجل هو أكتر واحد يتعذب في الكون ده كله من لدون آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أكتر واحد شاف عذاب فيغمس غمسة يا حبيبي غمسة الغمسة كم تساوي ثانية ثانيتين ما تحصلش فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله المولى عز وجل بعد الغمسة يأمر الماليك اغمسوا غمسة في الجنة يغمسوه طلعوه في الجنة وبعدين يقب من إيدينا ربنا هو مبتسم ومشارح فيقول له جل وعلى عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب والله ما حصل أبدا لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بيا شدة قط ايه ده يا شيخ بحمود هو راجل ده بيجذب على ربنا هو أبنى دين ربنا أبدا والله ما بيجذب ده الغمسة يا حبيبي بنسته كل شقاء وبلاء وهو مر بشقاء وبلاء لو وزع على أهل الأرض لأغرقهم يعني ما حدش فينا شاف عشر اللي هو شافه ومع ذلك بغمسة في الجنة سينسى كل شقاء وبلاء فما ظنكم بمن يعيش ويخلت في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خفر على قلب بشر مهما اشتد البلاء علينا ذكروا أنفسكم بجنة عرضها السماوات والأرض ذكروا أنفسكم بصحبة النبي في الجنة ذكروا أنفسكم بصحبة الصحابة في الجنة ذكروا أنفسكم بالنظر إلى وجه الله في الجنة وبالفوز برضوان الله وجنته سبحانه وتعالى وجل جلاله ذكروا أنفسكم أن الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي دي مجرب بس أنطرى بنعديها لكن الحياة الحقيقية لن تكون إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى عشان كده وصيتي لكل الدعاء انشروا روح الأمل والطمأنينة والثقة في الله وافتحوا وافتحوا أبواب الأمل للناس في هذا الوقت لأن في ناس كتيرة بدأ اليأس يدب في قلوبهم من الأحوال والأشياء اللي احنا عايشينها لكن أبشروا دي مش دنيتنا دي مش حياتنا حياتنا هناك مش هنا إحنا هنا مجرد ضيوف قاعدين فترة متضايقين مخنوعين عارف عامل زي ايه قديكم بسال بسيط بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اتنين ركبين مع بعض القطر من أسوان لحد القاهرة هيقعد قدي القطر حوالي تسعة تشر ساعة تمام فالقطر كان زحمة موت وزحام شديد جدا والدنيا حر إلى غير ذلك فواحد فيهم باصص لأنه إن شاء الله بعد تسعة تشر ساعة هنوصل وهنزل وهشوف الشمس والهوى وهرتاح من الزحام والشدة والضيج ده والتاني عايش المأساة عايش المأساة لحظة بلحظة هو ليه السواء فارمل في الحتة ديه هو ليه التراب دخل علينا كده هو ليه الزحمة دي هو ليه فلان خبط فيها هو ليه فلان هو بيعد بصلي كده أعيش مأساة حقيقية لمدة تسعة تشر سنة اللي هي فترة الدنيا تمام ده ده مثال يعني تمام والتاني عايش على أمل إنه هيوصل وينزل من قطر الحياة إلى جنة عرضها السماوات والأرض هي كده المسألة كده إحنا رجبين قطر ومشيين والحمد لله القطر مش واقف لو واقف تبقى مصيبة إنما القطر ماشي وكلنا هنعدي وهنروح يوم القيامة يقول جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين عيش تؤديه قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني بل بعض يوم فاسأل العادين الله أكبر اسأل اللي بيعدوا يا رب إحنا ماش فاكرين إحنا عايشنا كم ساعة ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة فالدنيا كلها ساعة لكن يوم القيامة الله أكبر وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون ويوم القيامة في الجنة الخلود التام في الجنة وكل لحظة ننتقل من لزة إلى لزة ومن متعة إلى متعة ومن سعادة إلى سعادة هناك لن نشتكي لا من الفقر ولا من الجوع ولا من الحر ولا من البرد ولا من الألم ولا العدوات ولا الأحقاد ولا المشاكل ولا أيش ولا الأمراض ولا الفيروسات ولا أي شيء هناك فقط للمتعة فقط والنعيمة فقط بفضل الله سبحانه وتعالى فأبشروا أبشروا ورب الكعب أبشروا بالخير الذي سيأتي إن شاء الله من عندي الله لكن أعبدوا ربنا مش مجرد ما تأتي شدة دوة يلحد ودي تخلع حجابها وده يترك صلاته وده يسيء الظن بالله لا أبدا أعبدوا ربنا وعيشوا على طاعة الله وعملوا اللي مطلوب منكم مطلوب مننا إيه نعبد ربنا والمولى عز وجل هو الذي أوجب على نفسه نحن لا نوجب شيئا على الله الله أمرنا أن نعبده ووعدنا أن يرزقنا سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون أبشروا فرزقوا الله آتن إن شاء الله والفرج قريب لكن نعبد ربنا ونحسن الظن بالله ونرضى بقضاء الله ونكون على يقيم فيما عند الله وأبشره بعدها بالخير إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشف مرضى المسلمين ويرحم موت المسلمين وأن يرفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا